حتى في القايمة الكاملة بعض الناس بتقول الجملة دي وهقولها لحضراتك يعني بصراحة عشان يقولك اه هي قايمة شكلها حلو شكلها فيها اسماء كويسة وعظيمة بس احنا تعودنا على نادي الزمالك حتى في قوائم كانت بتخش مع بعض انه هي بعد شوية ست سبع شهور بالكتير وتلاقي فيه خلافات من جوة بتحصل والخلافات كمان بتطلع للعلن هل انت حاس ان القايمة دي هتكون بلا خلافات على الاقل بلا خلافات للعلن فيه فرق كبير جدا بين الخلاف والاختلاف تمام الخلاف سهل ان هو يتحلع على الترابيزة طالما فيه احترام وفيه التزام بطرق الحوار وفيه ساعة افق ومرونة في التفاهم اعتقد ده متوفر بسهولة جدا في المجموعة اللي في القايمة الموحدة بحيث ان حصل اي خلاف هنقعدنا تناقش لان انا شخصيا خطت التجربة دي في اتحاد الهندبول وما بعمري ما قلت ان انا حققت النجاحات دي الوحدي اطلاقا والشاطر والقوي هو قوي بالاقوية اللي معاه يعني انا ببقى انا مش محاسب شاطر انا ببقى معايا امين صندوق زي مؤمن صفة يعني صديقي ومن اشتر اميناء الصندوق اللي جات في مصر وسبب من اسباب ما شاء الله التضخم الكبير اللي حصل يبقى هو بيفهم في الحتة دي بس هل معنا كده اننا مليش دعوة لا هو مميز عني في دي ونقعد نتناقش قد اقول له نصيحة او فكرة هو يستفيد منها ممتاز وبالتالي الكل حد ما نطلع بحل يفيد المجموعة كلها عشان كده النجاحات اتحققت في اتحاد الهندبول النية كانت كويسة جدا بنحب بعض جدا كلنا قدامنا هدف واحد وفيه انكارزات اعتقد ان شاء الله موجود في القايمة دي وجربونا طيب